اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عبر موقع الأنترنت عمو يازيد بوون كο معليكم بالصبر قليلا لأن تسجيلات كثيرة وعمو يازيد حب يجيبكم كامل عنده ولكن قليلا من الصبر يا أخي أحباءي نااااااااااااا هذه الفترة فيها مناسبات عديدة عديدة أولها بداية الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم أحبائي نروح نسمع آيات بينات من البكر الحكيم مع إبراهيم تفضل إبراهيم أوليدي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فأدة من أيام نخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شعر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ودل للناس وبينات من الهدى والفرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما أداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم شكرا شكرا إبراهيم وليدي شكرا لك صحة أحبائي شهر رمضان شهر التوبة والغفران لازم الإنسان في هذا الشهر يسارع لفعل الخير يسارع لكسب رضا الله لازم دائما يكون أداة للخير تحبوا تديروا الخير يا خي برافو 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 يا حبائي احنا دائما أنا نحب في بداية الحصة نستقبل بريد الأطفال بريد أصدقائدنا الأطفال اللي بعتوه هنا وش رأيكم نستقبلوا بريد الأطفال مع جليلو ساعي إذا استقبلوا معي جليلو تعالوا لدي تعال 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 سأخيأ أطفال سأخيأ عمو يزيد مرحبا مرحبا جليل مرحبا 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 وش رأيك جليلو لبس لبس وش رأيكم جليلو بريد بريد تعمل الأطفال أستقعنا الأطفال إذا جليلو أصغر سعي بريد رح يوضعنا البريد في علبة البريد باش من بعد عم ويزيد يقرأ هاد البريد على الأطفال اللي رسلونا عبر موقع الانترنت عم ويزيد بونكم بالضغط على صرار آرح وملاحظات إذا نتفضل جليلو دينا البريد في علبة البريد وحنا نروح ودركا أنا حبيت نتكلم معكم شوية تعالي بنتي تعالي الواحي تعالي الواحي واسمك بنتي خديجة خديجة وينت شكني خديجة خميس الخشنا ويلايد بومارداس مع السلامة جليلو خميس الخشنا ويلايد بومارداس بومارداس الجميلة كيف ترحل لك في برج البحري أميك؟ أميك؟ أليسيا أميك؟ أميك؟ في برج البحري الله يباركك أميك؟ شكرا أميك؟ أميك أميك؟ 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 عبير فدراريا أميك؟ جبجحل شابة شابة أميك؟ أميك؟ جبقبيل لباس أمازيغي جميل 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 في الجزائرية أميك؟ أميك؟ دوغيا دغية وين تسكني دغية؟ في الجفاء في العاصمة تلابسة لباس هايل 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 يلا بي أحباء إيه في هاد الفترة هادي شهر رمضان المعظم وشي السادة في يوم ستاش أفريل ستاش أفريل يوم 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 العلم نسبة لمن؟ العلماء العلماء عبد الحامد بربان تعال قولي أروح روحوا لدي أروحوا لدي وشي السادة في يوم ستاش أفريل في الجزائر؟ يصادف يوم ستاش أفريل في الجزائر يوم العلمة نسبة لي العلماء عبد الحامد بن باديس برافو برافو لدي نسبة للعلماء عبد الحامد بن باديس كين تاني يوم ستاش أفريل اليوم العالمي ضد رق الأطفال يعني كين يوم العالمين والأمم المتحدة تفاهموا كامل باللي هذك اليوم يكون يوم اللي نبض استعباد ورق الأطفال أعبركم يا أحبائي باللي كين أطفال يستعبدون ويعملون وهم صغار حنا الحمد لله في الجزائر كين قوانين تحمي الطفل حنا رأنا هنا بش نحميوكم باش ما تخدموش أنتم صغار ولا تستعبدون كين أطفال في العالم عندهم مشاكل كبيرة أحبائي الحمد لله أنه في الجزائر كان قانون يحمي الأطفال تاني كين يوم مهم جدا يوم 14 أفريل 2015 كان أول بث لحصة مع عمه يزيد هذه السادس سنة 6 سنين أحبائي وعندي لكم مفاجأة في آخر الحصة 6 سنين من المتعة معكم أحبائي إذن كان دائما دائما متعة كبيرة 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 جدا تحبوا الألغاز؟ نعم نعم تحبوا الألغاز ولا الهدايا؟ نعم الهدايا تعالى الألغاز برافو 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 أحبائي بما أننا في شهر رمضا المعدم السؤال سيكون على القرآن الكريم ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ وعيدوا السؤال ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ كان أول آية كان آخر آية كان ولكن ما هي أعظم آية اللي عظيمة؟ ما عليش فكروا في الجواب عن السؤال لغاية نهاية الحصة أنتما وأصدقائنا اللي ما يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب عن اللغز وسؤال بهذا الطريق إذا حبيت تجاوب عن اللغز ما عليك إلا تروح الأنترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذا نحبائي أنتم أصدقائنا لما يشوفوا فينا يشاركوا عبر موقع الأنترنت عمويازيد بالجاوب عن اللغز بالضغط على زرار جاوب على اللغز وانتم ما راحين تعطوني الجواب في آخر الحصة ما هي أعظم آية في القرآن وحنا بما أننا في هذا الشهر الفضيل راحين تعرفوا اليوم على شخصية مهمة في الإسلام خليفة من الخلفاء الرشيدين عثمان بن عفان مع نهاد وحجار إذا تفضلي بنتي تفضلي مرحبا يا أطفال مرحبا عثمان بن عفان الصحابي الجليل عثمان بن عفان ورد بعد عام الفيل بست سنوات يكن رضي الله عنه بأبي عبد الله وبأبي ليلى وقد لقب بدي النورين لأنه تزوج بابنتي النبي عليه الصلاة والسلام وهما رقية وأم كالثوم عثمان بن عفان هو الصحابي الجليل بن أبي عاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصاي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرش الأموي كان رضي الله عنه لا يتصف بالطول لبالقصر وكان أصمر اللون وحسن الوجه ورقيق البشرة وكثير الشعر الرأس وعظيم اللحية من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه أعماله شراءه لبئر الرومة الذي كان يملكه رجل يهودي في مدينة المناورة وقام بتوسعة المسج النبوي ومسجد الحرامي وقام بتجهيز الجيش كما كان رجل حياء تستحي منه الملائكة وشديد تعبد الله تعالى وكان صواما قواما يحب قراءة القرآن الكريم وشديد الخوف من الله استشهد عثمان بن عفان في اليوم الثامن عشر من دين حجتي من سنة الخامسة والثلاثين للهجرة رحمة الله عليه شكرا 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 بنتي شكرا بنتي نهاد على هذا البحث القيم والجميل يا حبائي بما أننا في شهر رمضان المعظم عم يزيد لكم أغنية جميلة جميلة نقول فيها طل هلال طل في السماء رمضان جاء نغنوها معي نعم يلا نغنو رمضان جاء رمضان 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 جاء نغنوها معي نغنوها معي للمسلمين سعدنا اللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء للمسلمين هات ينادي رمضان 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 جاء فيه الهدى خين للعبادي رمضان 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 جاء فيه مغفيرات لمن أراد رمضان 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 جاء كل الرحمات وأجر زيادة رمضان 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 جاء طل الله هلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كل المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء وعيد قل من نار وجنة عدني رمضان 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 جاء وبعد كبير للشيطان عني رمضان 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 جاء طال الهلال طال في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كان المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء أجواء جميلة وأنا مع أهلي رمضان 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 جاء فبعد صيام نفتر ونصلي رمضان 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 جاء طال الله هلال طال الله في السماء رمضان سعدنا باللقاء رمضان رمضان برابو 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 طبوا يا حبائي رمضانه 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 جاء أجواء جميلة وأنا مع أهلي يا حبائي رمضان على بلكم اللي في رمضان لازم الواحد كيف ترمي كونش وحده يعرض الناس كين عبر السابير كين ناس أهلهم بعد كين يجيبهم الفطر معاك باش تنزل البركة يا حبائي يا أخي تحبوا ألعاب الخفا نعم إذن عندي لكم مفاجأة جنة عم يونس من مدينة سوق هراس بألعاب الخفا يلا معايا تفضل عم يونس تفضل تفضل مدينة سوق هراس بشكل بشكل جديد المهارات سوقهم لأويدان gest Pandora اشتركوا في القناة 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 واحد النهار تسأم كرح من هادوك دائما لعذر ما نقدروش نرسموك ما نقدروش ما نقدروش قال لهم لازم تسيبوا لي رسام وبدأوا في المملكة من بعد حتى جاء واحد جاء واحد الرسام قال لهم أنا نقدم نرسم المالك تفاجأوا وقعد خلعوا كي تخلعوا وتفاجأوا قالوا كيفاش هذا راح يرسمنا ومن بعد قال لهم خلوا لي نرسم المالك ومن بعد راح اسبوع من بعد هو شاف المالك كانت عنده ذاكرة جميلة راح شاف الماله محتعى المالك هذك وكامل ورسمه من بعد كي جاب هذك الرسم دياء المملكة وكامل أصدقاء المالك وكامل كانت عندهم فضول باش يشوفوا هذا الرسم هذك كيفاش داير كيفاش المالك عنده عين وحده ورجل وحده كيفاش هذين رسمه ومن بعد كي جاب اللوحة هكذا ونحى عليها لزار هكذا شافها المالك تخلع قال يا إلهي عبركم كيفاش رسموه تشوفوا الذكعت على الرسام رسموه فوق حسان فوق الحسان بيلو غير الرجل اللي عنده الرجل اللي اخرى كاتم خبية ما تبعش لأنه الحسان هكذا متشوفش الرجل اللي من جهة الخرى والعين تعقوا كيفاش دالوا صوروا يرمي هكذا يصوب بالقوس والسهم هكذا وغلق عينه هكذا شغلوا يصوب للهدف داير هكذا إذن دالوا رجلوا من جهة الخرى الحسان ودالوا قف العينه هكذا شغلوا يصوب في الهدف وصولوا غير عين واحدة تخلعوا كامل قالوا شوفوا يا للذكاء كيفاش هذا الرسام ذكي كيفاش ترسم المالك بلا ما يبين عنده إعاقة وبلا ما يحسس الناس لهذه الإعاقة إذن من بعد كافوا المالك ورجعوا معه في القصر شوفوا يا أحبه أمو يزد أمو يزد الحكمة من هذه القصة هي أنه يجب أن نفكر دائما بإيجابية من الآخرين وتجاهل أوجه القصور فيهم لأن كل منا يمتلك ما يميزه ويجب أن نتعلم التركيز على الأشياء الجيدة بدلا من محاولة إخفاء نقاط الضعف وإذا فكرنا واتجهنا بشكل إيجابي حتى في المواقف السلبية فسنكون قادرون على حل مشاكلنا بشكل أكثر كفاءة برافو 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 أرنوبا أرنوبا قلت نحكمة جميلة أعباركم أحبائي في الدنيا هذه دائما الإنسان ينظر إلى الإيجابيات تشوف دائما الحاجة المليحة ما تشوف الحاجة اللي مش مليحة يا أخي أعبائي أعباركم كين إنسان لما تعطيله كاس يكون فيه نصف تعلماء تقول له واش هذا الكاس؟ كيلي يقولك أنا أرى الكعس نصف فارغ كيلي يقولك أنا أرى الكعس نصف مملوء يعني انتا والفكر انتاك إذا كنت إيجابي تقول له نشوف الكاس هو معمر النصف وإذا كان عندك فكرة سلبية تقول له نشوف الكاس ولي فارغ نصف فهمتو يا حبائي؟ إنسان دائما يشوف هالإيجابيات يلا معايا إذا يا حبائي نروح حذركا نكتشف معلومة مع إلياس في فقرة هل تعلم؟ مرحبا يا أطفال مرحبا هل تعلم أن مدينة البصرة الواقعة في العراق من أوائل مدن الإسلامية؟ التي شيدت خير شبه الجزيرة العربية برافو 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 مدينة البصرة هي أول مدينة إسلامية شيدة خارج شبه الجزيرة العربية اللي فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة وكامل دي المسلمين أو المدينة بنوها خارج هذا الشبه الجزائر العربية هي مدينة البصرة أحبائي كين مدن جميلة في الجزائر في كل مرة راننا نتعرف على مدينة اليوم رح نتعرف في فقرة تعرف على مدينتي على مدينة الجلفة مع ميليسا فضل ميليسا مدينة الجلفة تعود تسمية الجلفة في عهد التركي حيث كان سكان المناطق المجاورة ينظمون سوقا أسبوعيا يقصدونها من كل الجهات في مفترق الطرق الذي عرف بالجلفة كانت مواشي السكان ترعى في تلك التربة الخصبة ولكن بعد أن يحل الجفاف على أراضيها في فصل الصيف تشكل قشرة أو جلفة يابسة تميز تلك الأراضي ولهذا سميت بالجلفة تقع الجلفة في سطح الأطلس الصحراوي ويحدها من الشمال ولاية الندية أما شرقا ولاية المسيلة وغربا ولاية التيارت أما جنوبا الأغواط وغردايا ولها حدود جنوبية مع بسكرة ووادي وورقلة تقدر مساحتها بـ 542.17 كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 289 ألفا و 226 نسمة وتقسم إدراريا إلى 36 بلدية و 12 دائرة وبهذا أصبحت الجلفة مركزا اقتصاديا هاما وتوجد بها مجموعة من المنشآت الاقتصادية كغاز طبيعي وخطوط نقل الطاقة الكهبائية والنشاط الغالب لسكانها هو الفلاحة وتربية المواشي أي الأغنام فهي العمود الفقاري للنشاط الاقتصادي للمنطقة تتوفر الجلفة على عدة معالم وآثار نذكر منها متحف بلدي ومتحف المجاهد ودار البارود والحجر المباصية وباب الشارف والبريد الرئيسي والمسجد بنودينة والسوق البلدي وجامع الجمعة جامع جسيب القاسم باللحاش ومقر الزاوية الأزهرية brabó brabó brabómineissa أحبائي الحقنا دركها الركن النوكت الحقنا دركها الحقنا أحبائي الركن النوكت ما poverty لديها الجميلة تعالي بنتي أروحي تعالي تعالي العافو بنتي اسمك؟ أنا اسمي أميرة أميرة مليانة كان هناك رجل كان يمشي فوجد نقود في الأرض فرآه الرجل أنه سوف يسرق سوف يسرقها فقال له إنها لا تسرقها قال له أنا لا أسرقها قال له أبحث من الذي أضاعها ايحو سعلموا لها كيف سوف تبحث عنها؟ قال له كيف سوف تبحث عنها؟ قال سوف أبحث في كل مكان لن أسرقها مالس وقال يحوس عليه يكون رجل صادق برابو برابو تعالي تعالي واسمك يا ردي واسمك يا ردي قال أدم أين تسكن أدم؟ في الابطنة رجل صادق رجل صادق برابو تعالي قال لك واحد واسمه معمر طلبتها قد دفق دفق برابو برابو كيف لدينا نقطة جميلة؟ تعالي بنتي تعالي اروحي اروحي تعالي وقعد يشوفها واسمك بنتي؟ فرح فرح شعر في عمرك فرح؟ سع سنين سع سنين لا يبرو حكينا نفتتاك؟ كانت واحدة العجوزة كانت طلعة للعمرة وخلت ولادها بالدار حاوثل في عمرت ولادت الار قبل أنا مسئة قالت لهم حبزت بي طيارة فوق أحبطنا كمل تبعناها تبع وطيار ما برابو تعالي بنتي اما اسمك؟ نادا اوين سوفني نادا؟ دليبراهيم لحكينا نقطتك بنت كان ياما كان في قدمي زمن كانت واحد البنت كانت تحوس على القطة التحى والقطة التحى ما لقيتهاش وبعدها كانت واحد العجوزة هذه العجوزة ما كانت عندها ضار وتحوس ورحت لهذه الطفلة وقاتلها قاتلها إذا عندك حاجة أعطيها لي وهذه الطفلة كانت تعيشها في الغابة ومعندهاش قاتلها شوية خبزة نص خبزة هكذا أعطيتها له وهذه العجوزة كانت سحارة ومبعدها خلتها غضوة صباح كنا نظرت القطة التحى والقطرحة ماشي في دارة هذه الصغيرة هذه القطرحة في قصر حصر كبير برافو 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 أحبائي الحقنا تركا الركن الرسائل إذا عمو بيمبو جبنا رسائل أصدقائنا الأطفال اللي بعتهمنا عبر موقع موقع الأنترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار عراء وملاحظات تحية تحية العمو بيمبو تحية تحية شكرا 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 عمو بيمبو إذا الرسالة الأولى من عند ويسام زراد من مدينة الرمشي ولاية تلمسان في عمرها 17 سنة قالت لكم سلام أنا ويسام من تلمسان أنا من متابعي برنامج عمو يزيد نتمنى لكم التألق ونشكركم على هذه الحصة الجميلة إذا ويسام بنتي من رمشي عمو يزيد أن يحبكم بزاف بزاف وسلامي لكل سكان ولاية الإنسان والجزائر الحبيبة رسالة من عند عبدالجليل عبدالجليل 14 سنة مدينة الجلفة الجميلة مرحبا بكم أنا عبدالجليل أحب البرنامج كثيرا وأتابعه دائما ولكم أكبر تحية عبدالجليل من الجلفة شكرا شكرا وليدي شكرا غانم أنفال عشر سنوات مدينة حاسم سعود ولاية ورقل الجميلة قد كم أريد المشاركة في هذه الحصة التربوية والجميلة إذن بنتي حتما سوف نراسلكي باش جيت حضري معنا رسالة المولية عند مولاي سيرين مولاي سيرين خمس سنوات من المرادية من الجزائر قد لكم أنا حافظ جميع أغانيك وأتابع الكل أمنيتي عم يزيد أن نكبر بسرعة وتستاذفيني في برنامجك الرائع فأنا أنام على حكاية عم يزيد والبغبغاء وأستيقظ عليها نحبك بزفعة ميزيد ومنتظرة زيارتك عن قريب إلينا ربي يحفظك مولاي سيرين وإن شاء الله نستاذفوك في الحصة رسالة المولية إذن جفال محند وعلي واحد وعشرين سنة مدينة تيزي وزو قالك أزول عم يزيد نحبك بزاف بزاف أنا ثاني حملأكم بزاف 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 إذن أحبائي عم يزيد يحتفظ بهذا الرسائل الجميلة هذه ودركا الحقنا للجواب عن السؤال ما هي أعظم آية في القرآن الكريم محبائي شكولي يقدر يقول لي شكولي عنده الجواب أعظم آية في القرآن الكريم تعالوا ليدي أروح تعالي مسبك وليدي منعيم ما هي أعظم آية تعرفها وش هي آية آية كورسي كورسي الكورسي برافو عودها له آية كورسي آية الكورسي برافو 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 شاطر منعيم شاش عمرت منعيم ست سنوات ستة؟ الله يبارك منعيم شاطر آية الكورسي أحبائي آية الكورسي هي أعظم آية تعرف الآية هذه من أي صورة؟ صورة؟ كورسي لا لا والصورة تعرف هاش؟ هي صورة البقرة آية في صورة البقرة هي أعظم آية أحبائي اللي يقراها تحفظه من كل شر وسوء القرآن الكريم عظيم 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 إذن أعطيه الهدية تعوة منعيم أعطيه الهدية تعوة إذن منعيم عمو يزيد أعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة الشراء تستفد بها ألعف ألعف والدي تفضل تفضل شكرا 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 أحبائي في كل مرة نستاذفه طفل أو طفلة يحتفل بعيد ميلادو هنا باش؟ يحتفل بعيد ميلادو لازم يرسلنا بخمس قاسمات من علام حالي برابي على العنوان التالي صندوق باريد ثنين وربعين آلف استوالي العاصمة الرمز الباريدي ستاش سفر ثنين وستين بما أنك يرسلتنا بخمس قاسمات آية سبيا بنتي تعالي أروحي أن نحتفل بعيد ميلادك أروحي بنتي أروحي الشاب أروحي أصدقائنا يجبونا القاتل تحت واحنا نغنو ولكن كان مفاجأة اليوم عيد ميلاد آية واليوم عيد ميلاد حصة مع عم يزيد السادس راح نحتفلوا كامل مع بعض إذن كل عام أنت يا بخير كل عام أنتما بخير حصة مع عم يزيد هي حصتكم كامل وحصة الجزائر كلها وحصة الأطفال كامل 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 راح نحتفلوا مع بعيدها السادس يلا تغنوا كامل معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن شاء الله يا ربي لم يرسانا وتعش أيامها أخرى إن شاء الله يا ربي لم يرسانا وتعش أيامها أخرى ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 سلام يا اطفال حبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عمو يازيد عند حضورنا هنا واني فرحة بزيف كي جيت الحصة عمو يازيد سجلت لي موافة في حصة عمو يازيد وبعدها عيطونا وجيت واني فرحة بزيف معا عمو يازيد سجلنا في تطبيقة عمو يازيد.com هي تلبية اللي ربط الابن ديالي امير سنس Bongbeen في حصة عمو يازيد قولي إني فرحانة قولين إني فرحانة قولين إني فرحانة انا في حالة عمو يازيد اشترك وحторов أحببتونا سنعود سنتظرونا في موعد جديد مع أم يزيد باي باي أم يزيد